أهزة مشاهدين قناة الحياة رحب بكم حلقة اليوم سوف تتحدث عن أمر لطالما سمعنا أو قرأنا عنه عدم نقرأ أو نسمع أو نشاهد الحلقات الخاصة في الدراسات الدينية أو الدراسات الخاصة في الإسلاميات من جهة نقدية ما يسمى الأدب الحبري أو الأدب الحاخامي ما هو الأدب الحبري أو الخاخامي الأدب الحبري يشير يقصد به النصوص التي تم تحريرها وكتابتها ونقلها على يد الأحبار في فترة تاريخية تبدأ من عصر الهيكل الثاني أي حوالي سبعين ميلادية إلى عصر الفتوحات الإسلامية في القرن السابع إذن أنا ما نتحدث عن الأدب الحبري فنحن نتحدث عن أدب استمر ما يقارب 400-500 سنة من فترة هيكل الثاني إلى عصر الفتوحات الإسلامية هذا هو الإطار العام كيف لما نقول إذا لدينا ما يقارب 500 أو 600 سنة نقول أن هي شكلت الأدب الحبري كيف تكون الأدب الحبري أو ما هي الحقول المعرفية في الأدب الحبري مراحل تطور الأدب الحبري ما هي المراحل تطور الأدب الحبري؟ لقد تعاقب أجيال الأحبار على العمل على النصوص الحبرية ولكل جيل من الأحبار أنتاج أدبي ديني خاص به وتسمية خاصة به وتنقسم الحبرية ليهودي إلى عدد أطوار ولهذا يمكن تقسيم الأدب الحبري تاريخيا إلى عصرين أو إلى أدبين الأدب التنائي الأدب الأول في الأدب الحبري يسمى الأدب التنائي ثم المرحلة الثانية منه يسمى الأدب الأموري التنائي نسبة إلى التنائيم هم الأحبار الذين وجدوا بعد دمار الهيكل سنة سبعين ميلادية حتى ما يقارب سنة ميتين ميلادية الأدب التنائي أو التنائيم من الأرامية التنى وتعني معلم من علم يعلم وتعني حرفيا يعيد أدب أن نقول أدب التنائي ماذا يعني الأدب التنائي؟ يعني الأدب التنائي يحتوي على النصوص المشنى يحتوي على نصوص التوسفتا ويحتوي على نصوص المدراش ومن أبرز علماء هذه الفترة الحبر عكيفا بن يوسف من علماء التنائيم والحبر مائير والحبر الشهير جدا يهوزة الناسي والذي له الفضل في تنقيح التقاليد الشفوية المعروفة للمشنى في التقاليد اليهودية ثم تعتقاد بأن الذي بدأ بعملية تدوين المشنى هو الحبر يهوزة الناسي وأذن هذه المرحلة في اليهودية تغطي ما يقارب 250 سنة من سنة 70 دمار الهيكل إلى سنة 200 وبالوسع القول أن الأدب التنائي كله الزرع في أرض إسرائيل نحن نقول يوجد يهود في العلام الخديم من فلسطين حتى فارس ولكل منطقة جغرافية يوجد خصائص ويوجد أدب أنتجه سكان هذه المنطقة فأدب هذه المرحلة أو الأدب التنائي هو يعتبر إنتاج في أرض إسرائيل أو أرض فلسطين المرحلة الثانية أو الأدب الثانية هو الأمورين بعد إنجاز كتابة المشنى وكتاب المشنى هو أول كتاب أبري بعد إنجاز كتابة المشنى في النصف الأول من القرن الثالث صار المشنى موضوع الدراسة والتفسير اللاحقة لأجيال الأحبار وهذه المرحلة بدأت مع هذا الجيل من الأحبار الذين كانوا يسمون الأمورين وأمورة أيضا هي من الأرامية وتعني يقول وكان عمل الرئيس لهؤلاء الأحبار الأمورين هو قراءة نصوص الأحبار السابقين الكبار بصوت عالي على مسامل حاضرين ثم بعد ذلك تعليق عليها وبين القرن الخامس والقرن السابق تم تحرير الأعمال الأمورية الرئيسية ما هي أدى ما نقول هذا الأدب الذي أنتجه في القرن الخامس حتى السابق ما هو الأدب المميز أو الهام جدا في الأدب الحبري هو التلمود الأورشاليمي نسبة إلى أورشاليم أو فلسطين التلمود البابلي والشهير في المصطلحات تلمود بابلي وكذلك المدراشات القصصية بمعنى القصص التي تحكي عن الكتاب المقدس تستفيد في قراءة كتاب المقدس ومن الصعوبة طبعا نقول بدقة متى بدأ عصر الأمورية؟ نحن غير قادرين نقول فعلا 200 واحد تماما هنا عصر الأمورية لأن هذه مرحلة انتقالية يعني ممكن نحن ننظر إلى بعض الأحبار البعض يصنفون أن يدخلوا في عصر الثاني أو البعض يقول لسا ما زال في العصر الأول لأنه عمليت تحديد الدقيق بالبدايات دائما بيكون صعب للبحث التاريخي ولكن بما أن يوجد تقسيم تاريخي للأدب الحبري بمعنى الأدب التنائي الأول المرحلة الأولى أو المئة وخمسين سنة ثم الأدب الثاني الأموري الذي تلا يوجد أيضا تقسيم آخر يمكن يساعدنا على فهم الأدب الحبري هو ما يسمى التقسيم الجغرافي كيف تقسيم الجغرافي أن اللون الفلاني من الأدب متى نشأ وإنه نشأ الاتفاق العام بين العلماء كل نصوص الأدب المبكر أو التنائية هي تعود إلى فلسطين أغلب بينما عندما نقوم في المرحلة المتأخرة فالأدب هو موزع إلى جزئين جزء منه ظهر في فلسطين وجزء منه ظهر في بابل فكتابة التلمود الأورشاليمي تمت في أرض إسرائيل وكتابة التلمود البابلي النهائية تمت في بابل إذن هزان المجتمعان اليهوديان أنتجان لنا نصوصا مختلفة وفق الظروف التاريخية التي كان يعيش فيها كل مجتمع ففي الغرب في أرض إسرائيل كان اليهودي يعيشون تحت الظل الأمبراطورية الرومانية التي كانت فيها المسيحية الديانة الرسمية وفي الشرق في بابل كان اليهودي يعيشون تحت الظل الحكم الساساني وكانت الديانة الرئيسية هي أزرادشتية اختلاف الظروف التاريخية والاجتماعية والدينية لعبة دورا مؤثرا على مضمون الكتابات الحبرية الفلسطينية والبابلية وكذلك على شكل هذه الكتابات فمثلا في الأعمال اللي موجودة قديما في الفترة المبكرة نجد أنه مكتوبة بعبرية تسمى عبرية المشنة مع مفردات آرامية وكذلك مفردات يونانية خصوص هذا الأعمال اللي تم إنتاجه بفلسطين وتأثر بمفردات آرامية ومفردات يونانية إذن بينما لما نروح الأدب المرحلة متأخرة الأدب الأموري نجد أنه مكتوب بالشكل الرئيسي بالآرامية اليهودية الفلسطينية والآرامية اليهودية البابلية وكذلك العبرية فضلا عن موجود مفردات من اليونانية والفارسية ولكن نحن قلنا أنه يوجد فيه تقسيم تاريخي للأدب وتقسيم الجغرافي ومع ذلك يوجد فيه صفات مشتركة عامة لهذه الأمور أولا بالعادة عندما نقرأ النصوص غالبا لا يذكر اسم الشخص صاحب النص أحيانا يتم نسبة إلى حكماء أو شخصيات ولكن ليس بالضرورة أسماء تاريخية حقيقية كمان يمكن أن يجد الشخص أحيانا مناقشة تاريخية بمعنى نقاش بموضوع ما معين رأي الحكيم الأول قرن الأول ويتابع رأي الحكيم في القرن الثاني ويتابع رأي الحكيم في القرن الثالث إذن ممكن أن يجد شخص مناقشة تشريعية قائمة على أساس التسلسل التاريخي للنقاشات الأدب الحبري بشكل عام هو يتميز باقتضاب شديد خصوصي في الفترة المبكرة بينما الفترة المتأخرة فيه تفصيل أكثر واهتمامات أكثر الاتفاق العام أنه لا يوجد فعلا نص يعني قادرين البحثين أن يعطوا بالدقة أسماء المؤلفين الحقيقيين لهذه التقاليد على الأغلب يوجد أسماء ليست أصحابهم الكتاب الحقيقيون لهذه النصوص ويوجد شي طريف طبعا في الأدب الحبري عندما نجد فرضنا في قصة حبرية أو نصوص حبري تقول قال الحبر ألف قال أن الحبر ب قال أن الحبر خ كذا إذن نجد أيضا ما يسمى سلسلة رواة الحبر ألف عن حبر ب عن حبر جيم إذن يذكرنا هذا طبعا هذا يعطينا الضوء نفهم أنه كيف نحن نشوف علم الحديث متأثر بالأدب السابق عنهم طبعا نحن اليوم النقطة الأخيرة اللي بحب أشير إليه أن عندما نتحدث اليوم عن الأدب الحبري فإذا نحن نغطي حقول معرفية كبيرة علمشنا، علمدراش، الهلخاء، أي الشريع، الأجداء، التلمود وفي كل هذه رح تكون لها مستقبلا حلقة تخص بها حلقة اليوم انتهت هو تعريف عام بخصوص ما هو الأدب الحبري بحيث تماحد الطريق حتى يكون لنا تصور على مضمين مواضيع تخص المشنال من دراش الأجداء التلمود شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حقا فادمو اشتركوا في القناة